أقر قائد الجيش الأوكراني بتراجع قواته شرقاً حيث تهاجم القوات الروسية على طول خط المواجهة وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المنخطق نعم لمواجهة التقدم الروسي دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زالينيسكي الشركاء الغربيين إلى التعجيل بتزويد كييف بالأسلحة التي تحتاجها للصد الهجمات الروسية الهجمات المتبادلة تتكثف والحرب تتعقد ثلاثة عوام مرهقة أحرزت خلالهم القوات الروسية تقدماً كبيراً في أوكرانيا مع فرضه سيطرة على عدة مناطق وسط تراجع مقلق لكييف حتى اللحظة لم تستطع القوات الأوكرانية خرق خط الدفاع الروسي لا سيماً في الشرق حيث تهاجم القوات الروسية في مقاطعة دونتسيك وتحقق نجاحات تكتيكية قائد الجيش الأوكراني قرى بتراجع قواته وانسحابه من ثلاث بلدات في المنطقة مؤكداً أن الوضع يتفاقم حول بلدتين مارينكا وفديثكا مع استمرار التقدم الروسي وحول الأوضاع في الشمال أشار قائد الجيش الأوكراني إلى وجود مؤشرات على هجوم الروسي قريب في خرق ييف إذ أن هناك زيادة في عدد القوات الروسية في المقاطعة التي يشتد فيها القتال وحقق فيها الروس نجاحات جزئية ولكن تم إيقافهم بحسب تعبيره وفيما يتعلق بالجبهة الجنوبية وصف المسهول العسكري الوضع هناك بالمتوتر فيما لا تزال قوات تروح مكانها ولم تحرز أي تقدم يذكر في غضون ذلك نشد الرئيس الأوكراني فولدمير زلينسكي شركاء مجددا الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمات الدفاع الجوي وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلس الناتو ما بين تقدم روسي وتراجع الأوكراني تتطور الأحداث في المواجهة المفتوحة بين كييف حلفائها وموسكو إلى مستوية تعقد مشهد الصراع وتدفعه بشكل متسارع إلى نقطة العودة وهو مسار يؤشر إلى الابتعاد عن أي تسوية ممكنة شكرا